طبعاً إحنا بنتكلم كمان عن أمرين أشار لهم النادي الأهلي في محتوى هذا الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تساؤل أيضاً من النادي الأهلي في محتوى هذا الخطاب بيقول ما هي أسباب استدعاء كارتيرون لجلسة استماع وهو أمر غير مفهوم وهو من تعرض لاعتداء من جانب أحد لعبي الفريق المنافس عقب نهاية المباراة وبيقول أيضاً أنه فرض غرامة على النادي الأهلي بيتساءل ويستنكر هذا الأمر النادي الأهلي يقول لم يصدر عن النادي على مستوى مسئوليته التنظيمية أو مسئوليته في المشاركة في الإشراف على هذه المباراة وتأمنها بالتنصيق مع الجهات المختصة وتنظيمها وخروج ودخول الجماهير وخروج المباراة بالشكل اللائق وأكثر من رائع أنه على هذا الأساس ما هو سبب استحقاق النادي الأهلي أو تعرض لهذه الغرامة أو هذه العقوبة المالية من الاتحاد خاصة أنه لم يصدر عنه أو عن جماهيره أي خروج عن اللائق أو أي تجاوز وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي دي تساؤلات كمان موجودة ضمن محتوى هذا الخطاب